أهلا بكم أعزائي الكرام كما وعدتكم في الحلقة الماضية اليوم نقدم لكم تفسيرا لصورة قريش طبعا بحسب علم الفيلولوجيا علم فقه اللغة المقارنة ثم بعد ذلك نتطرق للتاريخ المادي من نقوش و كتابات بدءا دي بدء علماء الإسلام يقولون إن قريش قبيلة عربية عدنانية ترجع أصولها لإسماعيل ابن إبراهيم عفوا الخليل كانت تستوطن منطقة مكة وما حولها معتمدين هؤلاء المفسرين على اتفاق النسابين بالسين العرب وبالتالي فصورة قريش إشارة لهذه القبيلة العربية التي ويد فيها الرسول لكن فكرة انتماء محمد لقبيلة اسمها قريش جاءت في إطار تأليف السيرة النبوية في ظل النص القرآني وقت تأسيس الدولة العباسية وذلك من أجل إيجاد لها شرعية في ظل استمرارية القضاء تماما على الوجود الأموي وهذه الشرعية تعتمد تزاوج الدين في منظومته العقائدية بالسياسة الجديدة ولهذا السبب طلب الخليفة أبو جعفر المنصور العباسي بحسب المراجع الإسلامية من ابن إصحاق بكتابة التاريخ والغرض منه ليس فقط تعليم ولي العهد تاريخ أمته ولكن الهدف الأساسي توطيد شرعية حكم بني العباس في عقول الرعية بواسطة الترغيب والترهيب فرغم ما قيل عن ابن إصحاق بأنه دجال من الدجاجلة وهو اتهام خطير من الإمام مالك الذي عاش في عصره ولأجل كذبه أي ابن إصحاق لا يؤخذ عنه الحديث كما تشير بعض المصادر والتي ربما تكون كذبا وزورا في حق ابن إصحاق إلا أن تلميذ تلميذ ابن هشام أخذ منه فأصبح انتماء الرسول محمد لما يسمى أهل القريش واقعا لا مفر منه خصوصا أن مركز القرار في العاصمة بغداد بعيدا بأكثر من 1800 كيلومتر عن مكة المكان المنسوب إليه مجتمع قريش واستبعاد أرض الشام أرض الأعداء بن أمية كموطن احتمال لبداية الرسالة المحمدية وانتشارها فنسبوا لأهل القريش مهنة التجارة وجعلوا لهم رحلتين في السنة لتتوافق مع ما ذكره النص القرآني عن ما يسمى قريش فجعلوا لها رحلة تجارية في الصيف إلى أرض الشام وأخرى في الشتاء إلى أرض اليمن وبالرجوع إلى الخرائط والعقود التجارية في تلك الفترة أي القرن السابع الميلادي فلا يوجد أي دليل مادي تاريخي كما ذكرت الأستاذة باتريشيا كرون يؤكد هذا الطرح وبالتالي تاريخية قريش أصبحت على المحاك تتراوح عند الباحثين بين التقليد والرفض بالتسليم الرواية في مجملها فالرواية الإسلامية بحسب رأي لا يمكن تكديبها بالمطلق نعم كانت هناك رحلات تجارية بين الشام والعراق واليمن عبر القوافل لنقل البخور لكن مكة الحالية لم تكن على طريق هذه الرحلات فللدخول إلى مكة يجب على القوافل أن تحود عن الطريق مسيرة ستة أيام وصولا إليها ثم رجوعا منها وهي المسافة تقريبا بين الطائف ومكة إذن السؤال المطروح ماذا يقصد النص القرآني بكلمة قريش وعن ماذا يتحدث تقول آية لإلاف قريش فحرف اللام في أول آية يقول النحويون خاصة أهل البصرة أنها لربط بالصورة التي قبلها وهي صورة الفيل وهذا غريب لاختلاف الصورتين ووجود البسملة كدليل آخر على هذا الاختلاف وإلى كانت صورة واحدة تضم قصة أصحاب الفيل وأهل قريش ولتفسير كلمة إلاف قال أهل التأويل معناها نعمة أي أن الله أنعم على قريش بهاتين الرحلتين ووجود البيت الحرام على أرضهم وقيل من الألفة بعضهم بعضا وقيل كذلك معناها أن نهي عن الرحلة وأمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت وقيل أيضا بمعنى عادة تعودها قريش في رحلاتهم مرتين في السنة وغيرها من المعاني المختلفة مما يدل على أن علماء التفسير حاولوا إيجاد معنى لعبارة لإلاف قريش ولم يستقروا على رأي واحد كلمة إلاف في رسم المصحف بدون ألف بعد اللام إلاف والهمزة هي من اختراع الخليل بن أحمد الفراهدي كما كنا سابقا وبالتالي إلاف من جدر كلمة آرامية بمعنى يتعلم وهي قلب أحرف ميتاتيز لكلمة ليفا بمعنى يلف يبرم يحيط والتعليم دائما يكون على شكل حلقة يكون المعلم قطبها ولفت المخطوطات سكرولز أما كلمة قريش من أصل كلمة آرامية قريشة معناها سقيفة أو ربما تكون بحد أو بحرف اللام كما قال أستاذي الدكتور كريستوف ليكسنبرغ فريشة ومعناها الشرفاء والوجهة والأرجح بالنسبة لي بحرف القاف قريشة بمعنى سقيفة للدلالة على البيت الذي جاء في الآية الثالثة إذن نفهم مما سبق أن هناك لف وطواف حول سقيفة بمعنى يلف على بيت الرب أو بيت الله بيتال وهذا الاحتفال عفوا التعبدي الديني يسمى باللغة الآرامية حق بالقيم الآرامية معناها عيد احتفال حلقة حلقة رقص أصبحت فيما بعد زيارة مكان مقدس إذن الموضوع يدور حول رحلتي الحج وكما سبق وأن قلنا في الحلقة الماضية أن الأسقف أبي فانيوس تحدث عن رحلة الشتاء والمؤرخ بروكوبيوس عن رحلة الصيف فتأتي الآية الثالثة لتؤكد المعنى الذي يدور حول بيت الله وشد الرحال إليه ومن أجل الحج والتصوق فبحسب التاناخ الكتاب المقدس لليهود فقد كانت قبائل عربية تحج إلى بيتها مقداش لتقديم الدبائح من الأغنام والكباش وهي قبيلة قدار قبيلة عربية قديمة في القرن السادس قبل الميلاد وكذلك نبيوت قبيلة أبناء الإبن الأكبر إسماعيل بن إبراهيم إشارة للأنباط وذلك في صفر أشعية الإصحاح ستين العدد سبع كل غنم قدارة تجمع إليك كباش نبيوت تخدمك تصعد مقبولة على مدبحي وأزين بيت جمالي كذلك مذكورة في الإصحاح 21 العدد 16 نكتفي بهذا القدر ولتكملة الموضوع كونوا معنا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة